قتل ثلاثة مدنيين وجرح آخرون بقصف مدفعي لتنظيم داعش على حي في مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري شرقي سوريا تأتي تلك التحركات في وقت قالت فيه قوات النظام إنها أصبحت على بعد ثلاثة كيلومترات من المدينة التي شهدت خلال الشهر الماضي قتلى 143 مدنيا إثر القصف بالطائرات الروسية والمعارك بين قوات سوريا الديمقراطية والتنظيم من جهة ومعارك بين داعش وقوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة أخرى